بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد إخواني أخواتي ومشاهدي قناة المحور سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سعيد أن ألتك بكم في هذه الحلقة وأهلا بكم مباشرة في حلقة من حلقة برنامجكم المسلمون يتسألون في هذه الحلقة سوف نقف في مقدمتها في بضعة دقائق بإذن الله مع الآية رقم 64 وبعدها سوف نفتح المجال لاتصالاتكم ونستمع إلى استفساراتكم ونعطي الله تعالى أن يوفقنا وأن يهيئ لنا الخير ونتقبل مننا ومنكم اللهم أمين وعلى بركة الله نبدأ تلاوة هذه الآية الكريمة رقم 64 من سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مرة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالى قل يا أهل الكتاب تعالى تعالوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما نحنش عايزين نختلف نريد أن نتفق على كلمة الكلمة هنا هي إيه؟ هيفسرها لنا بعد كده لا إله إلا الله بس كلمة التوحيد لا إله إلا الله إن أذعن الناس لهذا خلصت المسألة البقى ييجي البقى ييجي فبيقول لهم تعالوا إلى كلمة سوا إحنا وإنتم نبقى وقفين منها موقف واحد فيها عدل وفيها إنصاف هذه الكلمة نتفق عليها إحنا الاثنين المسلمون مع غير المسلمين يهود ونصارى وغيرهم والكل يخاطب بهذا لكن هو تحب يخاطب أهل الكتاب والمدينة زمنتوا عارفين كان فيها اليهود ونجران كان فيها نصارى وكان بيجي وفود للمدينة للنبي عليه الصلاة والسلام يستفتونه أو يتشاورون معه أو يتحاورون أو يتناظرون أيا كان فالخطاب لهم جميعا لكل أهل الكتاب وهو خطاب مستمر مستمر إحنا ما جايزين نختلف مش عايزين نختلف إيه إشكاليتنا المعاملة والأخلاق دي ثوابت وكل واحد مننا يهمه إنه يتعامل كويس ما أنا عاملة كويس متعاملني كويس خلصت المسألة طب والعقيدة تعالوا نتفق فيها على الكلمة الرئيسة الأساسية الكلمة السواء التي نقف نحن فيها أنتم على مسافة وحدة كلمة التوحيد كلمة الإنصاف العدل كلمة التوحيد بدون الدية بدون شرك بالله سبحانه وتعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً هي واحد بس بتفسرها قال لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله طب إن رافضوا وقالوا لا إحنا كده كويسين وكل واحد في فعقدته وماله من قلهم شي ساعتها بقى طب يشهدوا إن إحنا أعداء وإحنا هنحربكم وإنتوا دمكم مستباح وأموالكم مستباحة وأعراضكم مستباحة وهنهجركم ما حصلش فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون طيب خلاص خليكم علنتوا عليه يهوداً كنتم أو نصارى أو غيرهم خليكم علنتوا عليه وإحنا مسلمين وكلمة وإحنا مسلمين دي مش بس بتعني إن إحنا بنعلم إن إحنا بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا ده مش بس كده ده إحنا مسلمين يعني مسالمين ما هو المسلم هو مين يا أخوان المسلم هو مين نفسي الناس يقرأ الآية دي نفسي نفسي غير المسلمين يقرأوا هذه الآية ويعرفوا إن علاقتنا بهم هي كده علاقتنا بهم دعوة بأدب جم بحكمة بكلام واضح طب ما اتفقناش ما استجبوش لهذه الدعوة علاقتنا بهم حتى لو لم يستجيبوا فإن تولوا فقولوا شادوا بأننا مسلمون خلاص إحنا مسلمين وكلمة مسلمين دي بالنسبة لكم وبالنسبة لنا تعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والله العظيم الآية دي تكتب بماء الذهب ويعلم أبناءنا في المدارس مسلمين وغير مسلمين والدنيا كلها تتعلم الآية دي كل الدنيا تتعلم الآية دي إسلام فوبيا إيه وخف من المسلمين إيه ولا الإسلام إيه ما فيش الكلام ده القرآن هو الإسلام هو الإسلام عرض الإسلام دعوة الإسلام كلمة حكيمة الإسلام كلمة بحكمة وموعظة حسنة استجاب أهلا وسهلا طب ما استجابش ما قلنا لش خلاص إنت ما استجابتش تبقى عدونا ما حصلش إنما إشهدوا بأنه مسلمون شيل مسلمون دي أو بلاش خليه ما تشيلهاش ولا حاجة من كلامك خليها خلي مسلمون دي وارجع لكموس النبي عليه الصلاة والسلام كيف عرف المسلم ما هم مسلمون جمع مفردوها مسلم إما أقولك يا أخي يا يهودي ولا يا أخي يا نصراني تعاني اتفع عليك توحيد وما نعبدش إلا ربنا يقول لي لا لا أنا مش موافق يا مولان أنا خليني كده على نصيته ولا يهوديتي هقول له إيه أنا بقى هقول له طيب يا سيلي مدام أنت ما انتش عاوز اشهد بأن مسلم يقول لي مسلم يعني إيه أقول له النبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام اللي انت مش عاستقمن به اللي بقول لك تعالى أم دي وانت ما وفيتش قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده فاطمئن أنا ما عملت اللي علي دعوتك قلتلك بالموعظة الحسنة قلتلك بالحكمة قلتلك انت ما استجبتش ما فيش أي مشكلة خالص أنا بقول لك أنا مسلم طيب معناه أنا مسلم معناه هنا ايه مش إن أنا عدو ليك ولا حرب عليك ولا معناه أن هستل السيف وطلع الطبانجة وحضر البندقية والبتاع وطخك بالنار وهجرك من أبدا أبدا ده مسلم عرفها النبي علشاء السلام اللي انت مش راضي تسمع له وقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده كأنه بيقول لي اعرض عليه دعوتك قل له تعالى نتفئ على كلمة التوحيد على كلمة العدل على كلمة الإنصاف إن استجاب يبقى الحمد لله إن ما استجابش قل له اطمن قل له اطمن النبي علمني إن نتعامل مع كل الناس بالسلام فخليك اوعى تسمع لكلامي عشان خايف مني اوعى تستجيب لدعوتي عشان قلقان مني اوعى تفكر إنك إنت لو ما استجابتش لدعوتي إنها أعطى على رقابتك هستحل دمك وعرضك ولا هستحل مالك أبدا أبدا فإن تولوا فقولوا شادوا بأن مسلمون مسلمون يعني المسلم من سلم الناس من لسانه وياده يبقى نختلف نتفق تجيلي ما تجنيش تتفق معي على كلمة التوحيد ما نتفقش إنت حر في النهاية أنا مسالم لك وده المقصود أنا معتزب ديني وإسلامي مش هنحرف عن توحيدي وإيماني وفي نفس الوقت لن أعاديك لن أمد يدي إليك بالسوء لأن النبي علمني المسلم من سلم الناس من لسانه وياده ده مضمون الآية أخوانا وأتمنى المضمون ده نعلمه أولادنا نفهم الناس نفهمهم في المساجد وفي المدارس وأولادنا يتعلموا الإيه الصدي والدنيا كلها تسمع هذا النداء وهذا العهد وهذا المثاق إحنا نعرض عليكم دvic وهنقول لكم تعالوا نتفق على كلمة التوحيد أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ده تفسير أن لا نعبد إلا الله ماهو طبيعي نعبد لله يبقى مش نشرك بس لا تأكيد أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لا نسأل غيره ولا نستعين بغيره ولا نطلب من غيره هو وحده سبحانه جل في علاء العاطي الوهاب الدار والنافع المعز والمزل هنسأل غيره ليه مفيش غيره يملك حاجة ومش هنعبد غيره مش هنعبد غيره مش هنتقرب لغيره ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أرباب دمع رب ويعني ايه رب يعني ما اعتقدش ان في غيره بيخلق ولا في غيره بيرزق ولا في غيره بيدبر الخالق والمالك والرازق والمدبر ووهي لأخيره هو الله وحده سبحانه وتعالى وبالتالي مدام انا بعبد الوحد وذا شركش بيه يبقى لا اسمع الا له ولا اطيع الا اياه الامر امره والنهي نهيه والحلال ما احل والحرام ما حرم الحلال ما احل في كتابه وعلى لسان نبيه فيما ثبت من سنة صحيحة مش ضعيفة ولا حتى حسنة الحلال ما احل والحرام ما حرم قود الدين يبقى مش هنروح بقى لحد يبقى يحرم لنا ويحللنا ويأمرنا وينهانا ونمشي وراه خلي بالكم لان كلمة ارباب مش بس ان انا اسجد لغير الله لا دخل مرة عدي بن حاتم وكان لسه على نصرينياته ما اعلنش اسلامه عدي بن حاتم الطائق حاتم الطائق المعروف بكرمه ووالا اخره فعدي دخل سيدنا النبي وحاطت في عنقه الصليب والشعار المسيحي فسيدنا النبي يقول له اخلع عنك هذا الواث النبي سماه واث عليه الصلاة والسلام فقال له وبعدين قرأ قول الله سيدنا النبي قرأ قول الله بعد ان قاله هذا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال له يا سيدنا النبي ولا قال له يا محمد ايا كان بالا كان اسم عنش اسلامه قال له لم نتخذهم اربابا احنا بنعبد ربنا بس سبحانه وتعالى قال الم يحلوا لكم ويحرموا عليكم فاتبعتموهم قال بالا قال فتلك عبادتكم اياه العبادة مش بس نصلي لغير الله ولا اصوم لغير الله ولا اتصدق لغير الله لا لا العبادة ان انا اقبل ان فلان يقول لي حلال فامش وراه وقول لي حرام وامش وراه وهو ليس اهلا للعلم وهو لا ينقل عن الله ولا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهاية يا سادة الاية دعوة حكيمة الى ان يتحد الناس على التوحيد بالذات اهل الكتاب اللي بيعبدهم بيقولوا احنا بنعبد ربنا وعندنا كتاب وعندنا انبيه طيب ما تيجوا نتفق بقى ما نعبدش الا ربنا الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذو لا 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 احنا كده كويسين واحنا على عدننا وانتم ملكوش دعوة بين ومالوا خليكوا على دينكم ومناش دعوة بيكم واتطمنوا بس احنا بنعلنها احنا مسلمين عقلتنا مميزة بالتوحيد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومؤمنين برضه بقول للانبياء السابقين واكتبنا القرآن ومؤمنين بالطورة والانجيل واطمئنه واحنا مسلمين بالمعنى العام بتاعها يعني مسالمين لا نؤذي احدا ولا نعتدي على احد ولا نستحل مالا ولا نستحل عرضا ولو كنا مختلفين وما اتفقناش على هذه الكلمة ليت هذا المعنى يصل للخلق فيرتاحون من هذا الهراء الذي يعيشه الناس ويليت بعض من ينتسبون للدين للأسف ويتكلمون باسم الإسلام وهم يصدرون ان الإسلام دين إرهاب يقرأ مثل هذه الآية ويعلنوها للناس فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون بمعناها الذي فصره النبي والسلام الأغير مني ومنك على دين الله المسلم من سلم الناس من لسانه وياده شكرا ليكم هكتفي بهذا القدر ترجمة نانسي قنقر